أصدر صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أربعة قرارات شاملت تعيين 19 مديراً بوزارة الداخلية والمحافظات ونص القرار رقم 56 لسنة 2016 بتعيين السادة التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية وهم العقيد حمد علي الكعبي العقيد حسين علي الجاسم المقدم وليد مبارك زويد المقدم دعيج عبد الله النهام المقدم عبد الله أحمد العبسي المقدم محمد محمود يوسف المقدم محمد علي دراج المقدم وليد مطر البفلاسة المقدم ثابت أحمد بوعلي المقدم عادل إبراهيم الدوسري المقدم عبد الرحمن محمد المعودة الرائد حمد محمد الهاجري الرائد حسن إبراهيم المالكي الرائد عبد العزيز عبد الله صباغة الرائد محمد عبد الواحد درويش وكلف القرار على وزير الداخلية بتسكينهم في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة وفي من يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرة كل منهم وجاء في القرار 57 لسنة 2016 تعين السيد علي أحمد أميني مديرا لإدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية أما القرار 58 لسنة 2016 فقد تم بمجبه تعين السيد خالد عبدالطيف حاجي نصر الله مديرا لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار في المحافظة الشمالية السيد حمد جمعة الفزاري مديرا لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار في المحافظة الجنوبية ونص القرار رقم 59 لسنة 2016 على تعين السيدة خلود عبدالله حمادة مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في المحافظة الجنوبية